في الموصل قال جمهوريو تيفي أن القناة حققت حضورا مميزا في فضاء الإعلام عبر تقاريرها الإخبارية مغطية مختلف جوانب الحياة ومجالات الإبداع في المدينة طبعا أول شيء أهن القناة بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيسه هذه القناة الجميلة التي غطت كثير من النشاطات الفنية خاصة في مدن العراق بصورة عامة والمدينة الموصل بصورة خاصة كل عام واليو تيفي بالفخير مبارك أي تأسيس قناة يو تيفي قناة العائلة العراقية المتميزة ببرامجها وما تقدمه من أخبار جميلة وتقارير جميلة عطاهم والمواد التي كانوا يقدمونها الإعلامية جدا رائعة وجدا مميزة ونستطيع القول أنهم نافسوا مؤسسات إعلامية ربما عشرات سنين يتعمل في هذا المجال لكن قناة يو تيفي في أربع سنوات نافست هذه المؤسسات ببرامجها التي تقدمها نحن دائما مشجعين لهذه القنوات وداعمين لهذه القنوات ومن المتابعين الدائما إلىها وكيد نتمنى لهم تفوق أكثر ونجاح أكثر بالبداية مبارك لكم هذه الخطوات منذ سنوات وبالتالي أنا أعتبر هذا ما تقوم به قناة تيو تيفي وخاصة في مجال أعمالي في تغطية المشاريع البيئية بأنه إنجاز عظيم وما تقدمه أيضا شيء إيجابي خاصة في المواضيع الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر